موسيقى السلام عليكم في القناة معكم ايمان ومحبكم في فيديو اخر في القناة هذا النهار كما ترون هذا كان الفطر مع بعض العسل والغبز مبقيتش كان نفطر بالقهوة والذي كان نحاول نخليها تان من بعد بما انه ذاك العام تقوى البيت ما كنتش عارفة وبدار رمضان ودرني راسي نهال لهول بزاف عاد من بعد البنات اللي هلا يخطيكم قالوا لي ابي انا يا لله الناس اللي كي يشربوا القهوة فاش كي يقرب رمضان كي يحاولوا يعطلوها شوية في النهار باش الدات ديالهم كتولف تشرب القهوة مع طلاء مع الصيام مهم من الاخطاء اي اتعلموا الحمار حشقو يا هدي ديالي مهمنات تعلمت هد العام هذا ما غاديش ندير نفس الغلاص ديال اللي عم اللي يفت مهم ابغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد شكرا بزاف البنات اللي باركو لي يا رمضان اللي يدخلوا عنا بصحة ولهنا ان شاء الله باذن الله ويجعلوا مغفرة الدنوب باذن الله هاد نهار البنات كي ما غاتشوفوا عندي ميدار فقلت علش الله ما نشاركش معكم النهار ديالي بما انه الحمد لله تلقو لنا شوية الوقت ورجعت الحياة ديالنا طبيعية يعني مبقينش كانجو سوف تقريبا 24 ساعة اول حاجة البنات هي جمعت غرفة النهوم ديالي بطبيعة الحال اليوم الجو غزال البنات رغيب اللي يكون الشمس مشيعة عندنا من الصباح جو غزال اه اول حاجة هو بلو كنت نشرت شوية الكوش ديالي يضربهم شوية الريح من العاس وعدك ساعات نط فطرت وخرجت روميسة المدرسة وكل شيء عديك ساعات جيت باش نجمعت غياد غياء قبل ما نخرج بطبيعة الحال المره الحادقة تجمع دارها عديك ساعات تخرج المره الحادقة تاني مره مره كما تشوفوا جمعت الغرفة النهوم ديالي باش يلادر المره الحادقة تجمع المره الحادقة تجمع الغرفة اول حاجة هي الطونر بالنسبة للطونر نستعمل ديال ديال نفس السروم استعملت طونر جليكوليك أسيد ومن بعد ندوز ندير الترطيب لحول العينين هنا اول حاجة غدين ناخد السيروم ديال الكافيين عندهم واحد السيروم ككافيين ديال حول العينين هو اللي استعملت ديال دوق ديال ومن بعد غدين ناخد فيتامين سي ديال بيكسي لبنات فيتامين سي واخكا نستعمله في النهار وفي الليل فقط نديروا الحماية ديالنا بالواقع الشمس هنا يا لبنات غدين نستعمل قدرت هي لغونيك أسيد السيروم هذا بالصراحة كيرطب البشرة وغديندير وغديندوز من بعد نستعمل لاك خيم ديال حول العينين غدينشاركها معاكم في الأخر ديال الفيديو لان احنا هي كما غادي بليكم فهاتم سيحات كل شي موقينش اسمية ديال ام اسم كترطب منطقة حول العينين واحد البنت واحد نار اللي قتليها رعكات ورقي بالزربة البنات ما تنسوش بأنني أنا كنقدم الفيديو سريع فكتبليك الحركات ديالي كتجي قوية على البشرة ديال العين بالعكس أنا كنقصها غير بالخف ديال اليد ديالي ونهاي البنات غادي نستعمل المرطب ديال اغدينه غي حتى هو صراحة هاد المجموعة هادي ارتحيت معاها وارتحت معاها حتى البشرة ديالي وتقريبا ره مدة هادي وانا كنستعمل نفس الشيء واخير حاجة وهي واقي الشمس دائما البنات كنقولها لكم واقي الشمس في البرد في الشتاف الرعد في الصيف دائما نستعملوا واقي الشمس نحميوا البشرة ديالنا من اشاعات الشمس هناك كما تشوفوا ما يمنقطط ليها واحد شوية فوق الحوايج دغية مساحتها ومن بعد غادي ندوز باش ندير الماكياج ديالي بالنسبة الماكياج البنات ما غاديش ندير بساف استعملت فقط الكونسيلر هادا درت اول حاجة ديال ونحن نديرو هادا المناطق اللي عندي فيها تسبوغات بالنسبة المنطقة بين الحاجة باندي فيها اه اشتاكلهم الماسام شوية بايين لها داك شالش كنستعمل ومن بعد غادي نستعمل هادا الكونسيلر دياله غادي النمرة دياله في صراحة ثلاثمية وثلاثمية 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 هناك ذات الطويلة فا شك تخلي الكونسيلر شوي شوية شوية انشف فا هو كيه يترجون تطیق اكثر اه 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 سافي ارسم كما تشوفون الهجبان ديال بالنسبة الهجبان فانستعملت القلم ديال اه 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 باي مارك اكتشخ جيهات ويجهة ماهجة بشكل اي لاينر الى بغيثية رسمي اه شعره شعره وانا صراحة هادله المومو ارسم بيحتى الخالدي لي ما عندي اي شي مشكل لا نستعمل في صراحة شعر شعر بزاف الحجبان ديلي في القدام عندي فيهم الشعر فقط كيعجبنين عمر غير الخوال اللي فيهم وبنسبة الاخر واحد الحجب عندي الاخر ديالو مرة كيكون فيه الشعر مرة كيمشي ما حافت شعلي ما يم كل خطرة هو وغانته سافي من بعد كما كنتشوفو خديت لون اخر اخر فهو اللي خدمت به القدام ديال الحجب ديالي باش ميبانوش مغموقين وهنا يا البنات غدي ناخد البروس ديالي وغدي نجلس بلاندي بها اولا نوزع بها الكونسيلة غدي نبدأ اول حاجة بفيتمي لان انا هو اللي هو اللي در تعديك ساحات غدي ندوز بلاندي حتى ديال لغيار بالنسبة لغيار البنات كيما كتلكم التغطية ديالو شوية تقيلة انا استعملته لانا كما عارفين عندي الكلف تحت عينية وصافي من بعد غدي نهز بيوتي بلاندر باش نحاول بلاندي كل شيء اتجانس مع بعضياته وكما كنتشوفو ميا مدراتش فونديشن مدراتش حاجة غير كونسيلر وقدت به غرض يعني خباليا غير يعني البشر ديالك ميمكنش يوميا تكون نات يعني ما فيها اولو 24 ساعة اولا يوميا فانا كندير غير هالطريقة هذي كنخبي غير فقط دوك البلايس اللي عندي فيهم الكلف من بعد البنات هنا غدي ندوز نستعمل لوز باودر ديال لغة مخصية كتحمقني هاد لوز باودر هي اللي كنستعمل بثاف غدي ندير انتبت بها الكونسيلر ديالي ومن بعد غدي نرش مشي غنفرش غدي نرش فكس بلاس ديال ماك باش يتبت ليا لوز باودر بالنسبة لحاجة من البنات فانا غدي ندير الماسكارة ديال اسنس دائما كنشكرها لكم ومن بعد غدي ندوز الكونتورين غندي الكونتورين العينية وحتى الوجهي هنا يا البنات غدي نستعمل هولا ديال بنيفت كما كتشوفو كنحاول الرجع شوية المعالم ديال وجهي المعالم ديال وجهي سوف ندير الغر من الفوق والتحت ديال العينين باش دوك تكميشت لي كيكون لتحت ديال العينين معا كدين لهم كونسيلر بيض فكيبانو اكتر ولكني لا يدرتي لهم بحال هكا اللون في التحت ديال العين ديالك فما كيبانوش عندك تكميش بزاف واخها تكوني صغيرة ولا تكوني كبيرة سبحال الله العظيم هاديك البلاسة تحت ديال عين كيكون فيها تكميشت او لا خطوط من بعد ديال بنات غدي ناخد ديال ماك باودر استوديو فيكس نمران انسيخ مساو عشرين غدي نديرها فقط تحت عيني لانها كتعطي اضاءة اكتر ومن بعد غدي ندير المسكرة بالنسبة المسكرة بنات كان حمق على هدي ديال اسنس صراحة غزالة تقريبا راح كتر من عام ولا عام ونص هدي دوانا كنستعملها كتعطي لي كتافة وكتطلع لي اشفار دياله مزيان ومرتاحها معها فقط غدي ندير منها غير شوية يعني ما غديش نكتر غير ترجع شوية تزين ومن بعد البنات غدي ندير نستعمل الفاغاجو بالنسبة الفاغاجو خديت هذا ديال اسنس كي يعجبني اللون دياله بزاف غزال ما عقلتش على النمر دياله او لا ما عقلتش مهم اللون دياله غدي لغوز ممكن كين عندهم جوج هادا اللي غدي لغوز واحد الاخر غدي لباش من بعد هنا يخديت لنبيات 건 ماك محماق بني هذا بالنسبة النهار فهو يحب нарحت على باين بثار zombi ومنطقة عين الخد интересة في shrink هني ان ناخذ القطنتج وذلك نحن نمسح البقايا ديال мужчora اللي كانت قاس ليا العلوي انا استعملت هذا من ميبلين 130 ما يسمحوني كنت سمع مالذي الصحة سأتحرك الهنام ساعة أخير سأتحرك الهنام سأتحرك مالذي سأتحرك سأتحرك الهنام لن أخذ الكثير سأتحرك أتحرك ويكتب سأتحرك خرج سأتحرك 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 لديه هنا سأتحرك سأتحرك في مصر يجب أن يكون لديك مدة طويلة هنا يجب أن نشارك معكم ولكن كانت واقفة واحد للمراتمة كما سوف تروني فقط ساعة اللي اعطوني في تيكا ماكس اللي نقدر ندور فيها وبطبيعة الحال كتاخدوا موعد بالنسبة للموعد البنات فأنتم كتدخلوا للموقع ديالهم اللي هو تيكا ماكس نقطة أو البنت نال وكتاخدوا الموعد في الساعة وكيصفتوا لكم واحد لإيميل فاش كتمشيوا لحانوت راكتوريهم لإيميل ديالكم أو لكتصوروه باش يعرفوكم واش عندكم الموعد وعندهم بزاف دياليز أكسسوار غير في الصراحة هاد لوقيتها هاد دابا دابا ما جيبنش بزاف كالحويج ما يعني ما جيبنش بزاف كالحويج اللي واو وحتى ما بنقصنش في الثامن بزاف يعني بعد الاخترات كيكونوا نقصن في الثامن وكيزيدوا باقي يديروا السود كما كتشوفوا البنات طوينغات عندهم خطيرين كيبنوا وعرين وكينا عندهم البنات حتى الماقن هلا بغيتوا يتأخذوا الماقن يعني كينا عندهم ماركات معروفين بزاف وكينا ماركات غير عاديين ولكن ذلك الماركات اللي معروفين صراحة كانوا مخبينهم في واحد الفيترينة ديال الشاج ما قدرش نصورهم لانا اصلا ما جيبنش حجوا وهذا الاختراء ما جيبنش حجزوينة وحتى صراحة خفت لنصورها ويوقفوا عليها هلو هلو هنا رجعت معاكم ما جيبنش حجزوينة لا أصور لكم لانا اخرجت شوية معطلها من هانام ومشيت سربي بغيت نزل باقي الليدل لكي نأخذ واحد الماشين سوف يضعهم اليوم ان شاء الله سوف نشاركها معكم اخذتها تقريبا 20 أوروزوينة ما جيبنشت نجري الليدل لم تكن تأكل معروفين اليوم الاربع عادة تخرج معه اثنان شونس سوف يمشيت اجبتها انا اخذتها نحن لكم من عينيه دورها اغيرا نرد البال لانا احبت بغيت نزل ويخرجنا نجري الجوة لانا اخذتها الاربع عشرين لدينا تقريبا 24 فاذا نقول لكم انا 24 لانا اخذتها لانا اخذتها لانا اخذتها احبتها قلت اليوم ان اخذتها تلعب في الاربع مع الدراري هذا هو الذي كان وردنا بشكل كامل من أحد الله إليه الساعة ونتسابه ونشارك معكم في المشتريات رجحت معكم قلتبkamوا أنتنعوني وعرفوني عرفوني شبعت نوركم في المشتريات قلتبت انتنعوني وخيرت موضح وقموا في إجتلك الانتوار نسبة لهذا الأمر، ليس قلت ذهبت ذلك يومي نوركم 快i يشبني شبعة ترطيبة الاحتمانة كانت ب عشرات الأورو 25 أورو و اقضيتها 10 أورو بالنسبة للمركة الام اصام البنات فهي ماركة المانية كينا بزاف غوثمان فين لقيتها صراحة دائما لقيتها فيه ولكن غوثمان لقيتها فيه وبزاف الناس يشكرونها يعني كيقولوا ماركة زوينة وفيها بزاف الحويج ولكنها رحيت انا مسجلة معهم سفطوليا خرجت واحد المجموعة جديدة ديال فيتامين السي بالنسبة للنساء اللي ساكنين في المانية وكي يهمهم الامر قلبوا على فيتامين سي رحت اونلاين كي تقدر يتأخذهم اونلاين قلبوا المنتج الثاني لبنات لقيت هذا الماسك ديال اللؤلؤ في الصراحة دائما قلت وكنت شاركت معكم الماسك اللي اخذت في بريمارك واخذت واحد الماسك ديال اللؤلؤ جربتوا فصراحة دليا واحد طرطي وفقت صباح البشرة ديالي رطبة بزاف عجبني فغير كنت صراحة دايزة قلت انا مشيت في بريمارك سنأخذه وكن صراحة غير كنت دايزة موبالية هاد الماسك فيه ديال اللؤلؤ وقلت علش الله ما نجربوش بطبيعة الحال انا بزاف كيعجبوني هاد المنتجة هادو ديال الكوريا او لماسك ديال الكوريا النسبة لهم فهو ما كاتبين غير كي يغدي البشرة يعني كي يغدي البشرة اكتر المنتج الثالثة البنات هو هاد الخاتم هادا خديت هاد الخاتم كي ما كاتشوفو ديال بحال هكا بنسبة النساء اللي دائما كي سولوني على الزاكسسوار فين كنناخدهم هادي نشاركوهم معاكم ان شاء الله ولكي الاغلبية كنناخدهم اياه في المغربية بحالها كي لرقيت بحال هكا شي حاجة عجبتني فتكا ماكس اولا كنناخدهم اه اولا ديال الدهبة هما كنناخدهم مهم كل خطرة واشنو كنناخد اه هنا كما كاتشوفو البنات هاد الخاتم هادا كي يجي ديال زواج فن الان ما بايتش ديال زواج قدر تديري عادي مهم انا يعجبني شكل ديالو كي يبانه نغزال بالنسبة لتمن هاد البنات فانا خديته بسبعتاش الارو اه بالنسبة لي هم واش زوينو اما زوينينش اه كان الحواج اللي كي ستقو فيهم كان الحواج اللي ما كيستقوش ولكن هاد تكا ماكس الاغلبية كي يجيب ديماخد وكي نقص لهم ثمن اه ما عمرني خديت من عندهم شي حاجة وخصبة اليمن كدبشي لكم لطوانج صراحة طوانج اللي خديت عندهم ماشي مرة ماشي جوج وبحال هكالخواتم او لالجورميتات معمرهم صراحة مخصروا لي اه خديت هاد القريعة هاد اولها التغمو هاد التغموس ديال الماء اه خديت هروميسة لان الترموس ديالها واحد شي وغادي تدير سباعة فودنا ودكي يعطيني اتساع صراحة كنت بغيح تلمشي عند غتيحة عندهم وما بزاف ترموسات فيهم بحال هكا اونيكورن ملا فيهم اه فروزن ولا شي حاجة فا مين ما عزل ما عشون شوش غير يحلو النولة فقلت ناخد لها هاد القريعة هاد في الغوز كي ما كتشوفوا من الداخل هي الترموسة بنزل وإلا درتي فيها الماء كي يبقى محافظ على برودة ديالو او لسخوني ديالو مدت ديال 24 ساعة وانا مجربة هذه الترموسة ديالرميسة عجبتني بزاف كي يبقى برد والصراحة انا عندي الترموس ديالي وانا كنت تزويني الماشي خايبين وبالنسبة للرميسة فانا اخدت لها الاختراق هادو في الغوز بالنسبة للتمر بنات فانا اخدتها بـ 13 الاورو كما تشوفوا واخدت ان اصفوا ايو ما شوفت اخدت لها صنضلت تشتاكي بقى يا ايوك بالنسبة لها الصنضل لها الصنضلت واختبال اللون فهيه خفيفة فى حيالة ما يمتقى في الرجلي بحيلة واصفحت قربها فى رجلي بالنسبةى ولكن احد حول الليمون البخيل البسطلون فلا تحتبوني بالعكس خفيفة فى الرجل اخدت لها اللامة قاس لقيتها لديهم نرمال الثامنة بـ 135 و لقيتها لديهم بـ 25 أورو كتلانتي يا الحبيبتي لي لا ستبقى ثم سأأتي لدي البلاكة وأنا أشارك معكم آخر المنتج في Tica Max هو الجاكتة هذه كما تشاهدون هذا الجاكتة لدينا الربيع الصيف لا يزال في الصيف لدينا الربيع و لدينا الربيع لدينا الربيع و لدينا الربيع و لدينا الربيع و بالنسبة لها الناتفا 35 أورو و لدينا الربيع و بالنسبة لكماكسة أخرى سأشارك معكم هي هذه اللببرة التي شرعتها في ليدلو و بالنسبة لدينا الربيع و كنت أتفرج في أحد لا أعرف ما تتعرف أولا اسمها و كنت أتفرج فيها و كنت أخذتها و نقات بها و نقات بها الكوزينة القرعة و عجبتني كثير و نقات بها الجاج و السيراميك و الجليج و الحجار و المطال و المطال و المطال و المطال و المطال و تقاتل الميكروبات تقريبا 90.90% فقلت لماذا لا نجربها أرابنتينوري نغسلها أولا نقات بها في الماكينة أولا تغسل حسنا؟ نقات بها قلت لكم البنات قلت أن نجربها و هي لم تقاتل الماركة ليدل سيلفر غريس لم تقاتل الماركة أخرى لم تقاتل أشهر لشركة أخرى و لكن أعجبتني أن نقاتلها الكوزينة التي ترجعها و بين الجليجات ترجعها فقلت لك لم نأخذها بالنسبة للجليج الجليج لا يحتاج ولكن الجليج جلدوش وبحلقة الكوزينة و ماذا ترجمتها حتى ينفعني مهم كانوا هدوما المشتريسة بالنسبة لهذه البنات فأنا أخذتها بـ 20 أورو كاينة في ليدل بالنسبة هدوما المشتريسة سأخذكم و سننشي بدل حويجة و اندخل الكوزينة مطيب لعشة و هنا البنات سأبدأ للمشا كنت أضحك معكم أنا يبلا تبقى تسولوني على الطبخ مهم ذاك شيء و هذا النهار تشاهدت لي خطري للحم بالبرقوق و الفريد بلا ما تعجبوا تكشير لي أول حاجة نضر الزيت البلدية اولا زيت زيتون و استمعها زيت الرومية العباد الشمس فصراحة يعجبني دائما نخلطهم و كل واحد كيف يعجبوني طيب ولكن أنا بزاف يعجبني نستعمل زيت العود اللي كنقول لي هنالشلوح كنقول لي زيت العود المهم سننشلد صراحة بصيلة ولكن لدي البصل صغير فأنا قدرت بصيلات و من بعد بديت نشحرهم غير واحد و سنقطع فيهم تقريبا جوش تريوس التي استعملت لأن جوش صغير فقلت لم يكتر من ثومة أنا لا تعجبني ثومة نحس و من بعد البنات نضع لحم بالنسبة لبنات اللي سكنين هنا يا فايندهوفن أو للنواحي ديال أيندهوفن البنات السوبرمارشي ديال هزمة كين في كغاوستغات البنات أونفوس مع الرسطورون ديال هزمة وهزمة رها معروف كين هنا في هايندهوفن مدة هذه صراحة البنات اللحم ديالهم غزالة وكتحسي بها فرش ليس ديك اللحم الزرقة لي كتحسي بها يعني قديمة اللي البنات اللحم ديالهم غزالة بزاف وعندهم بزاف تحويج عندهم حتى الناس اللي كتعجبهم القنية عندهم القنية وعندهم حتى بزاف ديال اللحم اللي كيكونوا مشرملينها هما بما أنهم تركيين صراحة عجبني بزاف سوبر مارشي ديالهم إن شاء الله هما اللي غدين بقى نتقدمني عندهم اللحم هنا هي البنات غدين دوس العطرية استعملت سكن جبير معلقة ديال سكن جبير شوفوا العطرية كلها واحد كي يدير اللي بغا استعملت تقريبا راس ديال معلقة ديال المروزية وهنا هي غدين استعملوا معلقة ديال اللبزار ونص معلقة ديال خرقهم ما كيعجميش ديال خرقهم بزاف باش ميلسقش لياف دفاري لكي ناكل وهنا هي البنات درت شوية ديال زعفرن الحر ومن بعد غدين دير حتى اللقزبور والمعدنوس سوف ندير في الصراحة غير واحد شوية تقريبا معلقة كبيرة هكاك وصفي غدين ديال الماء بالنسبة الماء البنات غدين دير ولو 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 شوية وغدين نخلط فيه اللحيمة ديالي واحد شوية عدي ساعات غدين زياد ندير اللحم كامل ما كان ديرش الملحة حتى كان يعني حتى كان عمر الكوكوت او القميلة ديالي مزيان بالماء نشوف هذا عمل على حساب فاش غدين طيب اللحم ديالي عدي ساعات نزيد عليها الملحة لكي نعرف الحساب صابون وبعد الخطرات عطرية كان جيبان حتى دياحة واحد الخطرة غدين تموت بالضحك تخيلوا معي البنات طيبت العشا وما درتش الملحة نسيت ما درتش الملحة والماكلة ديالنا كلها كانت ما فيهاش الملحة فالخطرة هذي قلت لا هذين بقى نجبت العطرية نحطهم حداية باش نعرف نعرف شنو كندير في الماكلة اما هي مربنات هنا سنصلنا للخار ديال فيديو شكرا لكم بزاف على المشاهدة وما تنسوش تخلي رياجم الى عجبكم اشتركوا في القناة